فقيام الليل هو تعمل صالحين ونعجل مهتفين من أجل ذلك حرص الطبي صلى الله عليه وسلم وحز عليه فقال عليكم بقيام الليل فإنه تعمل صالح سنة الله وهو قربة إلى ربهم ومكرة بالسيئات ومجهات عن الإذن وفي قيام الليل استجامكم للدعاء وفتح لباب العطاء قال رسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى قد ليلة إلى السماع الدنيا حين يقطع فلد الليل الآخر يقول من يدعوني فأسر إلى من يسألني فضرني من يستغفرني فأقفر له أيها المقرد الله مما خص الله تعالى لإذن نيال العشر أن يعلم شئا ليلة الخبر وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على تحريها فقال صلى الله عليه وسلم تحره ليلة الخبر في الودر من العشر الأوار